سنة عسيرة تنتظر المصريين مع بذء عامهم المالي الجديد في يوليو المقبل فللمرة الأولى في تاريخ بلادهم ستتفوق أعباء خدمة الدين العام على الإرادات التي تحصلها من أبواب الجمارك والرسوم والضرائب وغيرها القاهرة تتوقع ارتفاع قيمة أقصاط ديونها خلال العام المالي الجديد إلى 89 مليار دولار بما يربع على 7 مليارات دولار من قيمة إراداتها العامة المخطط لها أمر طبيعي فالعائد على السيولة المقترضة أقل من ذلك المتأت من الاستثمارات المبنية على القروض قروض ارتفعت تكلفتها مع زيادة معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذي يعقد العزم على المضي قدما في سياسته النقطية المتشددة أكبر مستورد عالمي للقمح تضرر ميزان مدفوعاته بتقلب مزاج التجارة الخارجية وسعر الصرف فضلا عن تقطع أوصال سلاسل الإمداد بالتزامن مع تأرجح العوائد السياحية لتنخفض احتياطته النقدية بنحو 10% منذ بذء الاجتياح الروسي لأوكرانيا وصولا إلى 37 مليار دولار فقط مؤشرات لا تطمئن صانع السياستين النقدية والمالية في البلد الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة الدين الخارجي المصري تضاعف أربع مرات منذ عام 2013 ليقفز إلى 146 مليار دولار هذا إلى جانب الديون المحلية والتي نهزت 300 مليار معطيات دفعت وكالة موديز للعالمية لتغيير نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقر إلى سالب مع إبقاء الباب مواربا لخفض تصنيف القاهرة الاعتماني وهو أمر إن تحقق فهذا يعني ارتفاعا إضافيا لكلفة ديونها مصر تجد نفسها أمام جملة تحديات مالية ونقدية بعضها ناجم عن لجوئها المتكرر للاقتراض المحلي والخارجي وبعضها الآخر تسببت به التطورات الجيوسياسية والوبائية الدولية تحديات يفضي تضافرها إلى تعقيد مهمة القائمين على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد ويفضي كذلك إلى تعمق المصاعب التي تكتنف تفاصيل حياة المواطنين الوسطى